كان حاجة هنا عن فضل الصدقة في هالأيام نعم نحن في شهر الصيام ومن مقاصد الصيام كما ذكر الله صفات المتقين ولد النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان يزداد جوده في شهر رمضان كما جاء في الحديث الصحيح تأخرنا عنكم رحنا نصلي ورجعنا لكم شفتوا هالنماذج اللي طلعتهم هالجمعية حظة كتاب الله علم وشي يعكس خير على المجتمع كله هنيل من شاركهم الأجر وهنيل من حثهم وهنيل من دعم هالوقف لأن هالناس صارت في مجتمعنا الله يكثر عينتهم يحتاجين اللي مثل ذول كثير وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم وقفتكم أيام فضيلة والأيام المعدودات اللي يقولها الله سبحانه وتعالى باقي منها يومين والأعمال بخواتيمة لا تحرم نفسك رغم عبد أنفن دخل عليه رمضان ولم يغفر له واللي يقول أمين من يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحرم نفسك قد ما تستطيع تبرع وشارك يما للشحن والله بيخلف عليك رابط وحطيته لكم واسم الوقف اكفل طالب مدى الحياة أنت بغيت تشارك بثلاثمائة ريال فهذا سهم الفرد قد استطاعتك وان بغيت تسلمك الله بستمائة ريال هذا عندهم في تطبيق انه سهم الوالدين وان بغيت تسهم الأسرة تسعمائة ريال وان بغيت تسلمك الله تكفل مئة طالب بثلاثين ألف اللي قادر ويستطيع ومع له الضغط هذه هي التجارة الرابحة وهذا هو الاستثمار رح حط لكم البستات وحط لكم طريقة التبرع عن طريقة تطبيق الراجحي والحساب وراح حط لكم طريقة برضها التواصل الواتساب اللي ما هو عارف يتواصل معهم واتساب والله يكتبها جيري وهجيركم ان شاء الله ولا احرمنا فيها شر رفعت الشاشة تمام على الرابط تجي على هالثلاثة نقاط وتختار فتح المتصفي علشان يقبل معك أبل باي وحدد سهمك اللي انت بغى تمام سهم الفت عنك وعن الوالدين وعنك وعن الأسرة تبرع طبعا هم عندهم الشهادة الوقفية بندر تبرع هذه طريقة التبرع يا طويل العمو حط رقم جوالك واضغط دخول والله يكتب أجري وأجرك ان شاء الله وأجرك كل المسلم هذا ما يخص رابط المتجر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا